السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة افكار النهاردة جايب لكم طريقة عمل فكرة جديدة ماداليا بالخرز الخشب والكروشي الخط اللي هشتغل بيه حلض فيه خمس خرزات خشب زي ما انتم شايفين كده وبعد كده اربطها بالطريقة دي كده اربطها كمان مرة علشان ما تتفكش مني تمام وبعد كده هجيب اه المقص واقص طرف الخيط القصير دوت ايوا ده بالشكل ده كده وبعد كده هجيب الابرة بتاعتي هتبقى اه هشتغل بابرة اربعة ملي اه وبعدين هبدأ اشتغل هحط الابرة تحت الخيط اللي انا ربطت كده واسحب الخيط اللي على ايدي الشمال واعمل غرزة سلسلة وبعد كده ارتفع خمس سلاسل هعمل خمس سلاسل بالشكل ده كده اتنين تلاتة أربعة خمسة وبعد كده هنزل اه بين الخرزتين دول تحت الخط اللي انا لضم بيه الخرز وهعمل غرزة حشو بالطريقة دي كده وبعد كده هرتفع تاني خمس سلاسل زي اللي انا عملتهم على الخرزة التانية ديت وبعد كده انزل بين الخرزتين واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده وكرر بالطريقة ديت لنهاية السطر اهو هرتفع خمس سلاسل تانين على الخرزة التانية وبعد كده انا وصلت لنهاية الدور وبعد كده هقفل بغرزة حشو بالشكل ده كده اخر خمس سلاسل في الدور ده وبعد كده هنعمل ايه هدخل على الخمس سلاسل التانية دولة ادخل تحت الخمس سلاسل دولة واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده وبعد كده هلف الخيط على الابرة وارتفع الخيط اللي هو الابرة ده الفق شوية وبعد كده هعمل عواميد هعمل عمود بلفة هعمل تمن عواميد بلفة جوة الخمس سلاسل دول تلاتة تلات عمود اربعة خمسة هعمل تمن عواميد بلفة بالشكل ده كده الفكرة دي جميلة وحتعجبكم وحتنفزوها هتبقى جميلة معاكم ممكن تبقى ماداليا ممكن تعلقيها في شنطة زي ما انت عايزة تزيني بها اي حاجة وبعد كده حقفل بغرزة حشو بالشكل ده كده هتديني شكل الفستونة كده دي اول بطلة في الوردة بتاعتنا هنعمل برضو كعالخمس سلاسل التانيين نفس الشغل اللي انا عملته انا حبدأ بغرزة حشو وبعد كده ارتفع ارتفع لفوق شوية كده وبعد كده اعمل غرزة عمود بلفة تمن غرز عميد بلفة جوة خمس سلاسل دول وبعد كده اقفلهم بغرزة حشو نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبعد كده هقفل بغرزة حشو بالشكل ده كده وقرر في كل على كل خمس سلاسل نفس الطريقة دي كده تمن عواميد بلفة وحبدأ طبعا بغرزة حشو بعد كده اسحب الخط لفوق شوية اللي على الابرت ده كده يبقى ارتفع بمسافة بمسافة عمود بلفة وحقرر الشغل على بقية الغرز الكروشية انا كده وصلت لنهاية الوردة بتاعتنا وهقفل بغرزة حشو وبعد كده هرتفع ستاشر سلسلة الستاشر سلسلة دولت هتبقى الحلقة اللي انا هعلق فيها المفاتيح بتاعتنا او هعلقها في شنطة او هعلقها في اي حاجة زينها الايد العلقة بتاعتها هنا ستاشر غرزة سلسلة بالشكل ده كده وبعد كده هنزل انهيها هنا قفل هنا بغرزة حشو بردك اسبتها هنا بالشكل ده كده قفلها بغرزة حشو وبعد كده قص الخيط بتاعي وبكده انا خلصت المدالية بتاعتي اللي هي الوردة وبعد كده ممكن اتجيب خرزة خشف بردك وحطها في الحلقة الكبيرة اللي انا عملتها دي تدينا بردك شكل جمالي اهي احط فيها الابرة كده واسحب الحلقة اللي انا عملتها جواها بالشكل ده كده وبكده انا خلصت المدالية بتاعتي قاعدتني الشكل الجميل ده شكل وردة هيات حلوة وجميلة وفكرة جديدة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك دي كمان خيط لون تاني لو عندك بواء خيط ممكن تعمليها بيها اهيات يا ربي الفكرة تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته